اهلا بكم عزيزيز المشاهدين وحلقة جديدة وصباح جديد ومع نور وصباح كله والتفاؤل وحب وأمل هنتكلم عن موضوع بيهب ناس كتير قوي ايه هو الموضوع ده في ناس كتير بتتعب التعب ده بيعمل معها بكسر اللي هو يعني انا مش هروح للدكتور لا انا عد بتتعب وبتطنش يعني زي حالاتي كده وفي ناس تانية كتير اول ما تحس باي قالم في بطناها واي حاجة بتروح جري تشيك أب على طول عند الدكتور وده طبعا صح ده مش غلط ده صح طبعا لقين صحتنا أغلى حاجة عندنا صحتنا هي أساس حياتنا وهي نبع حياتنا وزي ما قلنا صحتنا هي كل حاجة في حياتنا بنروح للشغل محتاجين صحتنا بنروح نعمل أي عمل محتاجين صحتنا بنروح نعمل أي مجهود محتاجين صحتنا طبعا هنتكلم فيه التهاب المعدة وطبعا قبل ما نتكلم فيه التهاب المعدة ناس كتير او هتقول لأ يعني انا بكسل لما يكون حس بقلم في معادتي كده وحس انها مكسلة وتعبانة وهاقولهم لا اهم الصحة زي ما عودناكم منها تاج فوق رؤوس الاصحاء طبعا ده مش كلامي ده كلام الاعلماء والا لو تروح تلقايه الدكتور يقولك ما جتليش من زمان ليه طبعا دكتور تاني يقولك لا انت ما كنت تعلم من البداية لان فيه مشاكل كتير بتحصل بعدها فبتالي ما بنقدرش اننا نلحقها فنعرف عن المعدة وقلم البطن وقلم المعدة والتهابات المعدة مع الاستاذ دكتور ابن ورنة النهاردة طبعا دكتور احمد سمير فودة تخصيص جهاز هضمي وكبد ومناظير الجهاز الهضمي ومنصق وحدة ذراعة الكبد بمستشفى زايد التخصصي اهلا بحركة يا دكتور اهلا بيك اهلا بيك صبعة خير عليكم وعلى مصر كلها وعلى شعب مصر الجميل اهلا بيك اهلا بحضرتك النهاردة احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا اهه الدكتور معالي الاتهاب المعدة اه الاتهاب المعدة طبعا نوضح للسادة المشاهدة هو الاتهاب المعدة الاتهاب المعدة ده اكثر شيئو عن الفترة طبعا احنا ناس كتير تيجي تقولينا ايه هي التهابات المعدة الاتهابات المعدة دي هي الاتهابات بتصيب الجدار او بطانة المعدة ممكن تحصل بشكل مفاجئ فيبقى التهاب معدى حاد أو يبقى التهاب المعدى ده مزمن يعني ما يجيش بشكل مفاجئ فيبقى اسمه التهاب معدى مزمن التهاب المعدى الحاد هو الأكثر شيوعا ما بين الناس وده اللي بنشوفه كتير قوي في المستشفيات وفي إعدادنا التهاب المعدى ده الميكانيزم الآلية بتاعت التهاب المعدى احنا فيه وسائل المعدى بتفرز حمض بنسبة معينة حمض الهايدروكلوريك أسد لها الـ HCL بتفرزه بنسبة معينة لما الحمض ده بيزيد إفرازه عن اللزوم لأسباب هذكرها دلوقتي بيبدأ يحصل التهاب أو تآكل جدار المعدى فيبدأ الشخص أو المريض يعاني ويبدأ أعراض التهاب المعدى تظهر عليه فييجي يستشير الدكتور ويقول إيه اللي أنا عندي ده والأعراض دي بسبب إيه فإحنا هنيجي نتكلم عن الآليات بتاعت التهابات المعدى بتحصل إزاي في وسائل الحماية اللي قلنا احنا معدى بتاعتنا بتفرز حمض بنسبة معينة في حاجات بتهدم وسائل الحماية بتاعت جدار المعدى الغشاء اللي بيبطن جدار المعدى إيه اللي بيسبب تأكله أو التهابه أو عوامل الخطورة اللي بتعمل ده أسباب التهاب المعدى طبعا بدايتها ممكن تيجي من الاسترس ناس كتير هتقول يعني إيه التوتر التوتر يعمل التهاب المعدى؟ آه يعمل معقولة؟ آه طبعا آه طبعا آه مش يجهد واركت التوتر النفسي أو الضغط الانفعالي الناتج مثلا عن إجراء عملية جراحية كبيرة آه قاعد في المستشفى فترة طويلة ينتج عنه تآكل جدار المعدى والتهاب المعدى اللي ممكن تصل لدرجة تقرح المعدى تمام؟ دي مجرد دي معنى حالة نفسية آه طبعا التوتر من إحدى الأسباب المهمة جدا للتهابات المعدى آه تاني حاجة بنتكلم العادات الغذائية بتاعتنا أخبارها إيه؟ يعني آه عدم انتظام العادات الغذائية والإفراط في آه تناول الأطعامة السبايسي الحاجات الحارة والتوابل الكتير دي مشكلة احنا ناس كتير قوي بتعاني منها خصوصا الناس اللي بيبقى معظم وقتهم بره بسبب شغلهم والتيكاوي الفاستفود حاجات السبايسي كتير طبعا دي متعبة جدا ومرهقة جدا نجدار المعدى وبيختلف بيان أعراضها من شخص للتاني الأطعامة الحارة التوابل الكتير في الأكل المسبكات والمقالي والزيوت الناس هتقول طيب يعني مش هناكل كل بقدر الإمكان تقلل من كل الحاجات اللي تتعب وتهيج لنا جدار المعدى عشان في شخص تاني ممكن التهابات المعدى تقعد تتفاقم لحد ما تصل لدرجة كرحة المعدى كرحة كمان تصل لدرجة كرحة نازفة تالت حاجة هتكلم عنها ودي نقطة مهمة قوي من أسباب التهاب المعدى المسكنات الإفراض في استخدام المسكنات دي نقطة مهمة جدا ناس أي صداع تجري على المسكنات في ناس متعودة أن المسكنات ده زي البنبون يعني حاجة كده بيعدي ياخد أرس المسكنات على الفاضي وعلى المريان طبعا في استخدام خاطئ للمسكنات تقول لك الصداع ما بيروحش إلا بيمسكنات ده حقيقي ويفكرش في المعدى خالص ده حقيقي إحنا الجهاز الهضمي المعدى خصوصا إحنا فيه أدوية اسمها النانيستيرويدا الانتينفلوماتريك ديوغز اللي هو المضادات الالتهاب اللا استيرويدية اللي هي المسكنات الدرجة ما بيننا كلنا المسكنات الاستخدام المفرط فيها يبدأ تنزل على جدار المعدى تبدأ تسبب تآكل في جدار المعدى ويعمل التهاب معدى تآكلي التهاب المعدى الحد اللي يصل لدرجة الكرحة أنا ممكن عين يجيلي نتيجة استخدامه للمسكنات فترة طويلة على المدى البعيد يجيلي بكرحة معدى كرحة نازفة يبدأ يحصل له قئ دموي نتيجة المسكنات وهو يكون مستهون بها الفترة اللي بياخدها ويجي يقول طيب أنا جاي دلوقتي بس ما أخدتش مسكن حالا لا أنت أخدت فترة طويلة مسكنات كانت بتنزل تعمل آه المدى البعيد تنزل تعمل تآكل في جدار المعدى والتهابات لحد ما وصلتك لدرجة كرحة المعدى يبقى احنا لازم ناخد بالنا جدا من استخدام المسكنات طبعا مش عالفاضي وعالمريان دايما ناخد المسكنات ومضادات الالتهابات رابع حاجة هتكلم عن أسباب التهابات المعدى وعمل الخطورة فيها في اضطرابات المناعة الزاتية التقدم في السن بيبقى طبعا تقدم السن بيبقى بإطانة المعدى بتبقى أكثر ترككا فالرجاء المخاطب بيبقى ضعيف فطبيعي أنه بيبقى أكثر عرضة للتهابات جدار المعدى زي ما قلنا الاستخدام المفرد الهيفي سموكر يعني الناس المدخنين ويجبين نتكلم عنها برضو من نقطة مهمة الناس المدخنين عرضة أكثر للتهابات المعدى الكوهوليكس الناس اللي شربوا كوهليات دول بيعانوا من التهاب المعدى يصل لدرجة القرحة الناس كثير بتشرف يقول دكتور بيبسي على الريق ده يقولك ده أساسي برضو من العادات خاطئة جدا جدا البيبسي المياه الغازية عموما التشوكلت التشوكلت برضو الحاجات اللي قلنا هابوني دي بتنزل تهيج لنا جدار المعدى عشان كده لازم ناخد بالنا من انتظام العادات الغذائية باستمرار طيب لو مع الأكل دكتور مياه غازية الصبحة وحاجة الساعة الصبح مع الأكل هو اللي بيبقى متعود على ده هو لازم لأ ننصحه نقوله قلل تناولك للمشروبات الغذية طبعا لأن زي ما قلت هو ممكن تتراوح من شخص للتاني هتلاقي شخص بسرعة جدا بيحصل له التهابات المعدى نتيجة تناوله للمشروبات الغذية دي وشخص تاني بيستحمد يقول لا لازم نقوله قلل استخدام الكلام اللي بيشرب الحاجات دي بيبقى عايزها كل يوم تعود عليها لا احنا لازم يقلل ده من اللي بنشوفه فأسباب المعدى زي ما قلنا ذكرناها وعوامل خطورتها فيه نقطة مهمة جدا هتكلم عنها وهي يعني لما بتصيب التهاب المعدى بيبقى التهاب مزمن يكون سببها البكتيريا الحلزونية ودي ناس كتير تسمع عنها وتعرفها اللي هي جرسومة المعدى الحلزونية يقول يجيلي أنا كشفته وطلع عندي البكتيريا الحلزونية نتيجة التحليل وعملته وتأكدت أن أنا عندي البكتيريا الحلزونية هي دي بكتيريا موجودة على الغشاء المبطن للمعدى فبازاي نعرف ان ده التهاب المعدى او ده مريض ملتهاب بالمعدى ازاي نشخصه بالمعدى الأعراض هو بيجيلي بأعراض مريض التهاب المعدى ده بيجيلي بأعراض ايه هي هنقولها بيبدأ بإحساس بيعبر عن ألمه يوصف بالزبط كده يقول أنا عندي ألم فأعلى البطن في المعدى يشاور يقول أنا عندي ألم مستمر ومتكرر في معدتي وإحساس بالغسيان فيه غسيان دايما فيه ميل للقيق باستمرار فيه عدم راحة فيه عسر هضم فيه أحيانا تلاقي انتفاخات أو أصوات في بطن يقول أنا بطني مكركبة وأنا حاسس أن الأكل ما عادش بيتهدم بصورة قويسة ومنتظمة معايا أنا دايما ميل للقيق الأكل بيقف لي يا دكتور هنا بقيت بفقد شهيتري الأكل وهنا نيجي نتكلم عن نقطة أن الأعراض دي بتتراوح وبتختلف من شخص الآخر واحد ييجي لوحده عيان يقول أنا بس عندي تعب وحرقان وحمودة على صدري طيب أنا هنا أهتم بشك والمريض آه لازم أهتم خصوصا لو أنا عايز أتكلم على نقطة أن ممكن الأعراض دي تقعد تتفاقم لحد محد ييجي بقيق دموي أنه يرجع دم أو يوصل لنزف الجهاز الهضمي اللي بيتمثل في حاجة من اتنين إما يتقيق دم كوئ دموي أو البراز بتاعه يبقى لونه مدمم الحمام الطويلة عشان كده دي طبعا من علاماته الخطورة جدا دي تقول أن فيه نزف في الجهاز الهضمي فلازم طبعا سأتحرك على طول نقطة الأعراض دي زي ما قلنا بتختلف من حد للتاني اللي هيجي لي يقول لي أنا عندي ألم في صدري وعندي حرقان على صدري وتقل ده مش لازم أهمل شكوته خالص أهتم بيها لأنها بتتشابه مع أعراض القلب والصدر آه ده دكتور كنت أروح لسؤالي وأقول لك فيه ناس مثلا عندها التهاب معدى هتفرق إزاي لأن التهاب الصدر والقلب نفس أعراض لسا هنتكلم نفس الأعراض الزبط هنفرق إزاي لأن التهاب معدى ولا تابع القلب والصدر دي مهمة جدا جدا أنا أي حد جاي بألام في الصدر أنا لازم أحترم الشكوة بتاعته أنا لازم أستبعد وجود سبب في القلب أو الصدر لازم أقول له لا اتوجه أعمل يعني فيه ألم بيجيله في صدره ألم حاد في الصدر ونهجان وارد يكون التهاب معدى أو ارتجاع مريء لكن ما يهملش أبدا الشكوة بتاعته يهتم يعمل رسم قلب يعمل إنزيمات القلب بتاعته المهم أن الدكتور قلب يتعرض على دكتور طبيب قلب مختص يستبعد أن فيه يعني ممكن الألام دي تصل لزبحة صدرية أو جلطات أنا ما عودش أعالجه على أنه التهاب معدى وهو في الأصل يكون عنده زبحة صدرية مستقرة دلوقتي لكن فجأة تقلب في خلال ساعات لزبحة صدرية غير مستقرة ويحتاج ساعتها قسطرة تشخيصية وأحيانا تركب للدعامات أو ممكن أفئد العيان لو أنا قعدت أعالجه على أنه التهابات معدى وأهملت الشكوة بتاعته وفي الآخر اللي يكون حاجة بالقلب فلازم أستبعد طبعا أن يبقى فيه سبب من أسباب اللي ارتفع الضغط وسكر الدم مرضى القلب اللي بيعانوا دايما لما يجولي بالقلم دول أهتم بالشكوة بتاعته من أول عشان أعرف أنا في أنهي اتجاه تمام؟ دكتور في مدى خطورة العوامل الخطورة بقى اللي بتسببها التهاب المعدة زي ما قلت دلوقتي عوامل الخطورة لو أنا مصاب بالبكتيريا الحلزونية بتخلي أي شخص عرضة للالتهاب؟ زي ما قلنا هو تقدم السن الشخص الدائم اللي عنده توتر وانفعال وإرهاق ذهني باستمرار الشخص اللي هي بسموكر الشخص الألكوحوليك اللي بيتناول الكحوليات على طول لازم أقوله إن ده غلط عن مادة كل الماء للغزية كتير نهاية الغزية كتير طبعاً تبتسألي كتير فإحنا واضح إننا بنستفلشهم إن الناس كتير أو يا دكتور حضرتك عارف طبعاً إن الشعب بيحب مهد الغزية فإحنا لازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا أي فرح يروح أي حاجة بيوق أساسي يعني لازم ناخد بالنا طبعاً من الإفراط في استخدام الكلام ده البكتيريا الحزونية اللي اتكلمنا عنها ليجوا رسومة المادة دي هي بكتيريا هي منتشرة جداً لسا هنروح لها هي منتشرة جداً جداً في مصر بسبب يعني العدوى الانتقالية ما بين الشخص والتاني في الأكل والشرب بتاعنا هي موجودة لكن ما بتظهرش أعراضها غير على نسبة صغيرة واللي يظهر أعراض البكتيريا الحزونية على شخص يبقى لازم أعجوه طب دكتور السؤال المهمة بقى اللي بيهمه من الناس كلها صدر إيه العلاج؟ أنا عند التهاب معدى دلوقتي أعالج نفسي زي أول حاجة إحنا نشوف سبب التهاب المعدة دي أول حاجة يعني أنا التهابات المعدة مسببة لو في استرسنا تفادى طبعاً التوتر والانفعال اللي بيستخدم مسكنات كتير يعني أنا باخد عوامل الحماية بتاعتي والوقاية بتاعتي زي ما قلنا فيه جملة دايماً بنبدأ بقى الوقاية خير من العلاج فإحنا فيه صبر وسائل وقاية دايماً إحنا بنتبعها قبل ما نخش في الخط العلاجي إحنا بنشوف المسبب للتهاب المعدة ونبعد عنه وبنتفداه اللي بيستخدم مسكنات كتير نقول له لا ما ينفعش استخدم مسكنات على فضي عملية السموكي لازم يقل خالص الالكوهوليكس تقل تماماً ما ينفعش الاستخدام المفرد اللي يسبب تأكل جدار المعدة اللي تصل لقرحة معده الاسترسنا تفادى التوتر والانفعال والضغط الزهني طبيعة الاسترس على قد ما يقدر لو جاي لي بأعراض التهاب المعدة هبدأ أعالجه أنا بعالج هي بتعتمد إن أنا في الخط العلاجي التهاب المعدة إن أنا هعالج السبب ثم بكتيريا حلزونية ليها برتكول علاج بستخدم المضادات الحيوية للبكتيريا الحلزونية دي وقرسومة المعدة وبيحصل لها full eradication وبتمشي وبعد كده ما بيظهرش أعراض التهاب المعدة تاني طيب التهاب المعدة اللي مش مسبب بكتيريا حلزونية أنا بعالج الأساسيات في العلاج إن أنا بقلل إفراز الحمض اللي ناتج من الطبقة المخاطئة للمعدة من جدار المعدة ببدأ أدي حاجات مصبتات للمضخات البروتونية اسمها protein pump inhibitors مواد كتير زي اللنزوبرازول والبانتوبرازول والأوميبرازول الحاجات دي اللي موجودة في كل الصيدرية الأدوية دي بتعتمد إن أنا أقلل إفراز الحمض اللنزوبرازول والأوميبرازول أنا بقول المواد الدوائية اللي بتستخدم في العجل والبانتوبرازول الحاجات دي درجة جدا عندنا يعني بتقلل إفراز الحامض الناتج من الطبقة المخاطئة والمبطنة للجدار المعدة بعد كده بنمشي على كرس معين فترة ممتازمة يبدأ إن أنا محسش بالتهابات المعدة طيب أنا بعالج الحاجات الأعراض الوقتية إلا أنا جاي لي بالتهاب معدى وتعب وحرقان وحمودة فأنا بعالجه طيب أعراضي غير كده خالص وسبتها وتفاقمت لدرجة إنها وصلت لقرحة أنا طبعا إن أنا أعالج يبقى لازم أشخص طيب أنا أشخص التهاب المعدة المتكرر وحد عنده قيء مستمر وفقدان في الشهية ووصلت إنه يفقد وزنه ساعتها بحتاج لتدخل منظر مهم جدا جدا لإن في ناس كانت بالنسبة لهم منظير الجهاز الهضمي فزاعة قوي وبيخافوا منها وأنا ما يتعمل ليش منظر معدى لأ إحنا نقول لهم المنظير بيبقى ليها حاجة بيبقى ليها داعي إن إحنا ما بنقولش لأي حد هيعمل المنظر طبعا إحنا جالك التهاب معدى مستمر ومتكرر جالك قيء مستمر وانت مش عارف سببه جالك أقدر الله قيء دموي المشكلة آه طبعا لونه بقى مدمم لونه مال للسواد طبعا لازم ساعتها أتحرك فورا طبعا لإن القيء دموي وارد يدخلني إنه يوقع لي يحصل هيموغلب اندروبيا ممكن يدخلني في فعالة آه طبعا يعني مش عالية بس إحنا هو ممكن يحصل في فوق يعني يحصل له كومة ممكن يحصل له حالة إغماء ويحتاج على طول إي سيوم محتاج رعا مركزة محتاج يتحرك فورا ينقل دم ويتشافت إيه مصدر النزيف أخذ من حضرتك في النقطة دي تحديدا إمتى بقى أعرف إن أنا خلاص أنا في حاجة غلط إمتى أعرف وأجري على طوارق أنا في حاجة غلط النهار ده سؤال مهم دي وأجري على طوارق طيب أنا قاعد في البيت مش متعود أنا متعود إن أنا أخذ القرص اللي بيهديلي حموضة المعدة أو التهاب المعدة أو الواجع وماشي كده بالبركة طيب أنا إيه الأعراض أو إيه الحاجة المهمة قوي اللي أعرف إن فيه حاجة غلط وأتوجه على الطوارق أنا زي ما قلت الحاجة الكريتيك الحاجة المهمة قوي النزف اللي هيتمثل في حاجة من اتنين ده موي أنا رجعت دم أو البراز بتاعي بقى لونه اسود قوي ولاحظت أو مدمم في نزف ده يقول لي إن فيه نزف في الجهاز الهضمي ده اللي أتحرك فورا على الطوارق أنا روح على الطوارق قبل ما نروح على الطوارق معينا نادية من المنوفية أهلا بيكي نادية عليكم السلام أستاذة نادية أهلا بيكي تفضلي لا سمحت ممكن أسألت دكتول تفضلي يا فاندي لا سمحت يا دكتور أنا روزي عنده التهابات دايما على صدره وحرقان جامل وأي بديكل أي أكس بيتر بيتر بميس على طول عنده حرقان عنده حرقان تانية فاندي عنده حرقان في معدته دايما بيعاني من الحموضة باستمرار بيعاني من الحموضة باستمرار وحاليا البراث بتاعه ببقى فيه دم جامل أو نازيف كثفنا عنده دكتور براحة أيوة قالت لشرف بكليش شرف أو بصير بصير حاجة بسيطة ما تأمينش تأمي ليلة وطلب منه منظر هو التحضير اللي قبل المنظر هو رفض يعضو الشرب عليها كل ساعتان جلي ومعملش التحضير ورفض احنا القانين هل كده التشخيص بتاعه بسيطة غرار؟ لا بصي هو خاصة من الضغر بشكرك بشكرك يا أستاذة نادية تواصلي معنا تاني بشكرك اتفاضل يا دكتور بقول للأستاذة نادية الطميني هو مفيش تشخيص غلط ولا حاجة هو بالعكس هو التبع يعني ده البروتوكول المتبع يقول لك حاجات دمه وكمان بتنزل ديها لاينا شكلها هي راحت صح الدكتور جراحة على ان النزف اللي من الشرق هو ممكن يكون بواسير او شرخ شرقي فدكتور الجراحة قال لها لا ده انت مفيش مواسير او شرخ شرقي ده دي حاجة هتبقى خاصة بالجهاز الهضمي فاحنا عشان نشخص وما نهملش برضو النزيف الشرقي ده يعني لازم يتعمل له منزر كولون وهو زي ما بتقول هو راح يتحضر لمنزر كولون ولازم طبعا التحضير قبلها بـ 24 ساعة وبيشرب فورات معينة عشان احنا بنبقى محتاجين في منزر الكولون حاجة اسمها فول باول إرجيش ان الكولون يبقى فاضي ننصحها حاليا تعمل ايه دكتور حاليا في وقت الحالي هي نبعد زي ما قلنا اي حاجات استخدام مفرط للمسكنات لو هو بيقض ادوية ضغطه وسكر وتعبت معدته يرجع الدكتور اصدد معنا رجب من لقصو استاذ رجب اهلا سلام عليكم اقتضانور عليكم السلام يا فندي متفضل عليكم السلام بحييك جدا جدا على الفخرة دي وبحيي الدكتور وبحيي فريج الاداة احنا بنحيي حضرتك يا فندي اهلا بحضرتك يا فندي اهلا بحضرتك يا فندي من وقتنا سؤال حضرتك او شكت حضرتك الدكتور قاعد معينا اه بالنسبة والله للدكتور معي واحد جاري جنبي دايما يعني قال ايه بحش بحرجاء النار في الحتة اللي هي بتاعك تسمو المعدة دي ودائما بينها يعني زي حرجاء النار وبجيب فوار كتير حتى الدرج بقوله لا انت تروحك شفاء بحصلك بجيب فوار كتير ويشرف فوار ألف سلامة الله يتسلمك ألف شكر ده اللي احنا بنتكلم فيه هو اتعود على انه ياخد فوار يهدي حمولة المعدة ما بحثش عن سبب التهاب المعدة لو هو مدخن جامد لو هو بيستخدم مسكنات كتير طيب هو اعادات الغذائية بتاعته عاملة ايه لا يكون يعني بياخد اكل حر كتير وتوابل كتير والمسبكات والمقالي والزيوت والدهون ما يمنعش ما قلناش نمنع بس نقلل ده كله المسكنات لازم تقلل ويبحث عن سبب بقى التهاب المعدة هنا لازم يستشير الدكتور هنا لازم يروح الدكتور ما اعتمدش على الفوار ليهدي الحمودة لازم يروح لجهاز هضمي لازم دكتور جهاز هضمي بيقيمه وبيشخصه وبيطلب منه تحليل وارد يعمل له تحليل بكتيريا حلزونية اللي قلنا عنها اللي هي منتشرة جدا اللي هي ممكن تكون مسببة في التهاب المعدة ونعالجها احتاج تدخل منظر جهاز هضمي عاليش اخر تلفوين يا دكتور اخر تشوفون معينا اسازة ولاة تفضلي عليكم السلام يا فندم تفضلي لو سمحت يا دكتور انا من فترة كده انا عانيتك عامل مرارة وعمل تسليل قناة مرارية من 5 سنين كانت خضرتك عامل المرارة من 5 سنين يا فندم ايو عامل عامل عمارية المرارة وعمل تسليل قناة مرارية العماريتين مع بعض طيب هو حصل يا فندم يعني حصل انسداد في القنوات المرارية وبناء عليه أكيد قالوا لحضرتك اعملي منظار تسليق قنوات مرارية الصفرة عالية على حضرتك فأقول لك محتاجة منظار تسليق قنوات مرارية واحتمال نركب دعمة أو لا مش كده أيوة صحيح تمام ايه اللي حصل بعدك ما روحتي عملتي المنظار اللي حصل المنظار تسليق على طم المعدتي تقابلها يعني بعد كده معدتي برده كانت مقلماني تسليق علاج لها ما بعملش معي أي نسجة بعد كده من ثمان شهور بصبت الشهر واحد انت صح شهور يعني بقيت نفسي تعدانا ومأدتي وبردع والصال على طول فقالي لي خلاص لازم تعملوا منظار معدى ومنظار كولون طردت منظار معدى فلا عندك التهابات في المعدة وعندك الكولون التهابات في الكولون وقالي لي انت عندك اتجاح في المدلق لك انت كويس مع المدلقين تمام الحمد لله استبعدوا الأورام الحمد لله انها مش موجودة فشخصوك على انك التهابات معدى وتكرحات كولون أشكرك يا أستاذة ولا أشكرك هرد على حضرت هي اللي حصل هي التهابات المعدة برضو الألام بتاعتها مشابهة للتهابات المرارة اللي جات لها هي حظها انها جالها للتهابات المرارة هزي اللي اتصل دولا تب نحمل نفسينا ازاي يا دكتور ما عليش نحمل نفسينا مجناش معدى التهاب يعني متكرر لو لو عددنا الأسباب اللي قلناها هتلاقي ان احنا بنقول الوقاية منها خير من العياج فالوقاية نحنا نتفادى الأسباب بتاعتها معنا الصور يا دكتور حضرتك قبل ما نختم بس معنا الصور احنا بنقول تقديم منظومة الصحية بس حضرتك شايفها ازاي في مصر يعني هو بصي الحمد لله احنا كل يوم في جديد ودي حاجة مبشرة بالخير دايما الصور معنا على الهواء يا دكتور الصور معنا على الهواء تفضل الصور معنا على الهواء تفضل دي اصغر عملية زراعة كبد تمت الحمد لله في مصر ده كان طفل سنه سنة وثمان شهور وانا مسك منصة وحدة زراعة الكبد ده قبل العملية ده بعد ده بعد العملية اسمه معايز ده كان عنده متلازمة في صورة لوها قبل العملية يا شباب كان اتفضل يا دكتور ده كان عنده حاجة اسمها متلازمة كليجر نجار ده متلازمة بتسبب ارتفاع السفرة المستمر عند الطفل ده هو نازل بيها مولود بيها هو كان عنده كم سنة سنة وثمان شهور وتمت زراعته آه السنة اللي فاتت الحمد لله وتمت على خير ودي الصورة اللي هي اللي كانت قبل دي قبله بعد آه بعد عملية زراعة الكبد يعني قد ايه بتبقى يعني حياة جديدة لطفل بتنشأ له حياة من جديد معنا صورة ثالثة يا شباب معنا صورة ثالثة آه صورة ثالثة دي بتاعت دي آه يعني اخترتها حتى الـ L shape ده يعني شكل الجرح ده ده ابن وابوه ده ابن وابوه آه ده ابن وابوه يعني الـ L shape ده شكل حرف الـ L ده بيبين قد ايه يعني how beautiful life زي ما يقول post liver transplant يعني ايه يعني ايه يعني قد ايه الحياة جميلة للوالد ده اللي تزرع له فص يمين من ابنه من ابنه ما شاء الله وابوهب له حياة جديدة آه الحمد لله يعني هي زراعة الكبد متطورة جدا في مصر وبقى اكتر من مركز بنشكرك يا دكتور وقتنا خلص نورتنا وشرفتنا نشكرك بجد كان معينا الدكتور احمد سمير فودة التخصص جهاز هدمي وكبد ومناظير الجهاز الهدمي ومنسك وحدة زراعة الكبد بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بنشكركوا وعزائي المشاهدين وبنتمنى انكم تكونوا استفادتم الدكتور احمد في معلومات القيمة معلومات الطبية الجميلة بنتمنى انكم تتابعونا في حلقات تانية وتستفيدوا اكتر في معنور اشتركوا في القناة